المترجم للقناة المترجم للقناة كان نفوذها ممتد للزنزبار يعني لما تروح دول أفريقيا لحد الوقت في زنبابوي وتنزانيا السواحل الأفريقية كلها كانت تحت السيطرة يعني ما كانش حد يدخل ويخرج منذ النفوذ العماني وبالتالي دولة مهمة جدا في المجال دي عمان بتتمتع بميزة غير عادية في فكرة أنت عارف تعمل أعمال كبيرة جدا دون دقيق يعني بتقوم بأدوار خطيرة جدا في السياسة الدولية بذات في منطقة الشرق الأوسط أدوار في المنطقة الخطورة دون دقيق فهتلاقي دخل في وسطها مع إيران ووسطها مع قطر ووسطها مع مش عارف مع تركيا ووسطها مع مش عارف فين حتة ووسطها فين وشغالها ازاي قنوات مفتوحة عن السياسة السياسة قنوات مفتوحة وتشغل في أدوار مهمة جدا وحل التواصل من الدول الخليجية في أدوار مهمة جدا دون ضجيق وده بعد تاني جدا في السياسة العمانية الحقيقة سبت نجاحه على مدار السنوات الطويلة وما بتخضعش الضغوط أي أطراف خالص بدليل كمان لننسى بمناسبة الضغوط حضرتك في الكارتري أيام اتفاق إيه جنب كل الدول العربية تقريبا قطعت نصر إلا عمان رفض وكان الموقفة واضح جدا 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 وكانت الدولة الوحيدة العربية الوحيدة اللي هي أنها مستمرة في علاقتها سمعت كتير من مسؤولين وأصدقاء عمانيين صحفيين هناك وبشتغلوا أن احنا يقولوا آه إحنا لسنا خالجيين إحنا خالجيين جغرافيا لكننا مش خالجيين سياسة إحنا عمانيين دي كلمة ترددت كثيرا سمعتها كثير إحنا مش خالجيين إحنا خالجيين جغرافيا لكننا مش خالجيين سياسة إحنا عمانيين إنه في موقف سياسي مستقل دايما بيتشكل في عماني ده معناها أنهم دايما الموقف المستقل داخل عماني وبالمناسبة مع ده هو دايما مقدر من كل الجيران والشركة الخالجيين بزبط يعني هو دايما برضو بزبط هم عارفين الخصوصية دي أو المستوى لأن الحالة بتتعامل برضو بزكاء ودون يعني مثلا ما تتلاقي مثلا مش على نظام دول أخرى عاملة زي الشريك المخالف يعني مثلا دول أخرى نحس أنها دولة زي الشريك المخالف لكن لا عمان مش كده عمان هي شريك له استقلاليته لكنه مؤمن بمنطق الشريك والشراكة ومؤمن بالحوار والوصول لحلول فدي الحقيقة بتخلي من عمان محطة مهمة جدا فيه لكل دول العالم وبالتالي من هنا جات أهمية الزيارة يعني ترجمة نانسي قنقر